مشاهدينا الكرام العنوان النهاردة اللي نبدأ به هو أن شيخ الأظهر ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدين الإثاءة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعد أيضا يتوعد بالسعي لإجراء محاكمة دولية لأجل النبي خلال لقاؤه مع وزير الخارجية الفرنسي اللي يلاقي خالد الجندي في أي حتة يبعت لنا دوره على خالد الجندي يطلع في برنامج بقى يطلع يكتب تويته يطلع يكتب بوست سبحان الله في هذا البرنامج مع فضلت الشيخ عصام منذ يومين كنا جايبين خالد الجندي صوت وصورة وابو لك المقطعة ما عملتش أي حاجة وراجل ما اعتذرش وكان فرحان قوي قلنا له أن وزير الخارجية سيبدأ رحلة وبدأها الراجل من المغرب وزير الخارجية الفرنسي وراح على مصر الشيخ عصام حتى مبارح كان بيكلمني في موضوع زيارة وزير الخارجية لمصر النهاردة هوت معانا نتائج الزيارة ويطلع شيخ الأزهر ياخد هذا الموقف الرائع خلونا ناخد الأول هذا الخبر مشاهدين الكرام أهو الإمام الأكبر خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي طيب خلونا نشوف كده مع بعض الفيديو دوت مشاهدين الكرام نتابعه كده مع بعض ونشوفه ثم نعود للتعليق مع فضلت الشيخ عصام ده زي ما شفتم مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام مشاهدته صفحة الصفحة الرسمية لمجلس حكماء المسلمين وكان بيتناول زي ما حالتكم تابعتم معانا أبرز تصريحات شيخ الأزهر مع وزير الخارجية الفرنسي يلا بقى نتابع الأخبار مع بعض بعد هذا الفيديو هو عاجل الطيب إذا كنتم تعتبرون الإساءة للرسول حرية فنحن نرفضها أيها كده دي التصريحات اللي يحب أي مسلم غيور على دينه يسمعها الخبر اللي بعده الشيخ الطيب بيقول فيه على الجميع وقف مصطلح الإرهاب الإسلامي فورا تمام تصريح رائع جدا يلزم الجميع ويلزم من يسمع هذا الخبر أنه هو يلتزم بما جاء في نصه اللي بعده شيخ الأزهر لا دبلوماسية في الحديث حينما يتعلق الأمر بالنبي والله العظيم رائع كلام رائع طيب بس كده لا لسه مازال شيخ الأزهر بيقدم التصريحات التصريح تلو الآخر الإساءة لنبينا محمد مرفوضة تماما وسوف نتتبع من يسيء لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط ده تصريح برضو للشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وزي ما قلنا مشاهدينا الكرام بنتبعوا على الشاشة رسولنا رحمة لنا ولكم ونور أبدي بعثه الله وأوروبا مدينة له وللإسلام لما أدخله من نور للبشرية جمعاء ليس من الحكمة المغامرة بمشاعر ملايين البشر من أجل ورقة مسيئة لا أستطيع أن أتفهم أي حرية هذه المصطلحات التي تستعملونها تجرح المسلمين جميعا وهي عمل غير إنساني ولا يتفقوا مع الحضارة عايز بقى أفكر حضاراتكم بالفيديو بقى بالفيديو بقى أيوة شيخ عصام كان ندالو كلمتين على النبس اللي لابسه ده تعالوا بقى نسمع الفيديو ده بعد كل اللي حصل ده لازم نسمع الفيديو ده نشوف مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد يعني صورة واضحة جدا طبعا هو لم نعتذر لمقام شيخ الأزهر إن احنا نجيب يعني سندوق الزبالة ده بعد منه احترامل سندوق الزبالة بأمانة والله يعني أنا مش من عدتي لكن الأمر يعني فاق الحدود في التسفل وقلة الأدب في التعامل مع السبابة المقدسات يعني لا وما جابتش فايدة وما عملش طب يا أخي سيب الكلام ده للفرنسوين يقولوه سيب الكلام ده لحد تاني على من يقولوه ده أنت أكل عيشك أكل عيشك قال الله وقال الرسول أو الله صح اللي عمل بقيمة وزنة يعني أنت أصلا ولا حاجة اللي أنت عمل لك الإيمة ده كلها أن لسانك بيقول قال الله قال الرسول سواء بقى لسانك فاسة لسانك تكلم كويس لسانك لعبته يمين لعبته شمال قلت صحة قلت غلط فبس بعتذر بداية يعني لكن احنا حبينا نبين أن يا جماعة لا ما الذي يدعو وزير خارجية فرنسا أن يأتي إلى مصر ويزور شيخ الأزهر صحيح ده رجل دبلوماسي ما عملش مطار مع وزير خارجية مصر كل شغله يقابل صفرة يعتمد صفرة يقابلهم يعمل الذي دعاه المقاطعة طبعا اللي جابه يقابل شيخ الأزهر ايه؟ المقاطعة اللي وداء المغرب المقاطعة المقاطعة لأن المغرب يا الوحيدة اللي قدمت بلاغ رسمي لوزارة الخارجية الفرنسية كل كلامه بلا استثناء عشان المقاطعة صحيح وقافه المقاطعة ما نقصد شيء مش عارف ايه طيب هو الاعتذار عند خالد الجندي وغيره ايه معناه؟ كلام بس ده الاعتذار فعل أبلغ من الكلام طبعا وانت لما بتغلط في الصلاة بتتكلم بتزجد سجد تنسى فعل اللي بيأت الواحد غالب بيقول للأهل هنهاسف لا بيدفع دي حضرتك فالاعتذار الفعلي أبلغ من الاعتذار القولي نعم طيب ولئن الأمة مش هتمتش عشان هم يجيين لك والله احناس فيه الأمة رضت فعليا أعمل شكرا هتشتي من نفس أبو الإسلام مقاطعة فالأمة ما تكلمتش الأمة عملت تحولت من خانة القول إلى خانة العمل وأصبحت المسألة مختلفة زي ما اللي عمله شيخ الأزهر ما تكلمش نعم عملي شكرا هنرفع عضايا أيها وقادي موقفنا وإذا ده موقفهم قادي موقفنا سألة واضحة يعني أنت الموقف الشريف بيفرض عليك وبيفرض علي الجميع احترامك طبعا يعني إحنا النهاردة وأنا والله بقول لك كلام ده أنا يعني معتز بموقف المشيخة يعني أبعا هذا موقف وشرفني وشرف أي مسلم لكن تشوف سبحان الله نحن أذلة بدون التمسك بهذا الدين أو الله شيخ الأزهر تعرض لحصار إعلامي خانق من السيسي وانظامه وغيره النهاردة اللي مرجع شيخ الأزهر للصدارة في الإعلام غصبا عن السيسي الدفاع وغصبا عن نصامه وغصبا عن إعلامه إنه بيدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واللي مخلي واحد زي خلي الجن دي على كل إعلام المخابرات اللي مفتوح له الناس تبسق عليه وعلى كلامه وعلى فعله وعلى منظره باللي بيعملوا من منظر مش الشكلة صلى الله عليه منظر القول يعني أيها إنه هو واقف موقف العدو ومش موقف المدافع تمام نييته عند ربنا الله أعلم بي أنا بكلم على الظاهر إيه أيها شوف الناس بتحتفل النهاردة بعبارات شيخ الأزهر وتصريح شيخ الأزهر على إنه بيعبر عن مؤسسة عريقة طبعا في موقف في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم التاريخ لن ينسى أبدا إن الأزهر شيخ وقف أم لم يقف في التاريخ هيكتب ده هنا بنكلم في إني فيه فرق وفي النهاية هي كلمة صح اللي عنده منبر استخدمه للتطبيل للنظام الفرنسي والنظام السيسي واللي ما عندوش منبر إعلامي لأنه دافع عن مبدأ خاص عليك الأذان وعلينا البلاغ نعم ومجبر العالمين اللي إني ده وزير خرجية بقبل شيخ أزهر غاية في الأهمية إن وزير خرجية الفرنسي لم يتوجه إلى أي مؤسسة حكومية في مصر إلا مشيخة الأزهر هو محدد هدفه ما تفيدوش بحاجة مقطعة ناتجة عن فتوى أيوه والفتوى مش طلعة من الله أزهر أصلا بالمناسبة يعني أيوه خلاص ولكنه عارف إن الأزهر يملك يكون على الأقل ذو مساحة تمام ولأن لهم تجربة سابقة وزير الداخلية الفرنسي قابل شيخ الأزهر السابق الشيخ سيد تنطاوي الحجاب نعم وقف معاهم وخرجت المظاهرات ضده لأنه ويف ضد الحجاب طبعا شيخ الأزهر يا مفتينا أنت معانا ولا علينا أيوه فكر الموقف أنا طبعا كلهم ما شايخ أهل علم نتافق ونختلف لكن حين يحسن الشخص ويحسن حفظ مقام المكان والمكانة لابد ينال هذا التقدير أيوه أمس أيضا الأخ محمد ناصر عامل بث على صفحته عن شيخ الأزهر والدفاع عنه والموقفه والموقف مشرف وحد يقول له ما يستقله يسيبها قال له لا أنا كنت زيك في رأيك ولكن اختنعت برأي عصام كنت فمعا في برنامج وقال لي ما يستغطره أبدا هيسيبها المين إذا سبع الشيخ أحمد الطيب وجيه أسام الأزهري ولا خارج جيند ولا علي جمعة هتلاقي الموقف ده لا الموقف كان يبقى عكسي تماما أنا بخارجي بكل صراحة لا هتلاقي الموقف ده مستحيل يا جماعة المقاطعة كذا وليه تقاطعوا وليه تعملوا كان يبقى الأزهر دلوقتي هيستغل كمؤسسة دينية استغلال خاطئ ده اللي احنا بنراهن عليه يا جماعة نحافظ على المؤسسة اللي على رأس المؤسسة يريد الحفاظ عليها مؤسسيا جزا الله خير إذا أصاب معه أخطأ نرشد ننصح أدينا النصيحة في هذا الموقف الآن طبعا سبقوا كينات شعبية هل تتوقع شيخ عصام أن النظام بقى بعد هذه التصريحات وهذا الموقف من مؤسسة عريقة يا مؤسسة الأزهر الشريف وشيخها الشيخ أحمد الطيب وكما تفضلت حضرتك إذا أصاب الرجل نقول أصاب وإذا أخطأ ننصح ونقوم وننتقد طيب هل النظام هيدي ردة فعلة على تصريحات شيخ الأزهر ويبدأ يزود الهجوم عليه والحصار أكتر بعد هذه التصريحات خلاص وخرج عن الحصار حصار بيجي في إيه ملفات عن الإفتاء ملفات عن الإعلام يهجموش إخلاص هرومدوش صرصة الرد إنما الآن وأنت الإعلام اللي جاي لك برجليه ده جلول حد تحكي رجليه فعلك لا يستطيع أن يصل للإعلام نعم ولا يذهب إلي الإعلام أنت الآن أصلا مجبر الإعلام شيء تم أبيت جاي لك وجاي لك مع الوزير اللي جاي معهز بغير الشعبي كله في مصر في العالم كله بتفرق في أني لأ مهما حاصرت في النهاية الفكرة القوية بتصل للناس الفكرة الصادقة تصل للناس والفكرة المخلصة تصل للناس نعم فيعني نصر سبحانه عنه يتقبل ذلك وأن يجعل ذلك في ميزان المشيخة مؤسسة وشيخة وهذا هو الماقف الصحيح الصواب الذي ينتظره الناس طيب آخر سؤال معلش عشان الله يتلايخ كذا حد يتصل يقول لنا فأنا عايزك تجاوب عليه قبل ما المتصلين يتصلوا يمكن يغيروا السؤال هيقول لك هو ده شيخ الأصدر اللي أنتو بتشكره فيه وعمالين تقوله وكذا كذا 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 مش ده اللي وقفه شرعا للدم وشرعا للانقلاب العسكري في انقلاب تهاتة سبعة احنا بقى لازم ما ديجي نتعامل نتعامل بالكيلو كده بالكل ولا ناخد المواقف مواقف مواقف الناس النهاردة ليه فرحانا نترمي ترمي مش وفي النهاية المنهج والسياسة الأمريكية واحدة ايو انا مش بقارن ديب ديب لكن ليه بعضه الشر اهوانه من بعض ايو لو بكرا السيسي وقف قال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هتقوله ملعون ابوك لا هستطيعها اسف لا يا جوز الشرع خلاص وقف معاك دولة اوروبية كفرة وقفت معاك تمام انت رئيس وزارة كندا وقف معاك وقال اللي احنا ضد الكلام ده وغيره تمام هتقول ايه ورئيس بلا روسيا ما قاله وقف هقول ده كافر بقى وما قالوش كلمة اه فيش كده الناس ما بتتعملش اشهروا على بعضها تمام مفيش كلام ده طبعا مع فرق التشبيه هم نتكلم عن شيخ ازهر واتكلمت اكتر بمرة ان المسألة وايف مع الدم دي لا لم تثبت ايه وشوفنا بياناته ودنيتها ماشي مش ده الموقف المطلوب من شيخ الازهر صحيح ايه مش ده الموقف المنشود نعم لكن افضل من موقف اللي ايد افضل من موقف اللي ساهم افضل من موقف اللي شرعا ايه ده ما حصلش ودلوقتي افضل من كل الساكتين ساكت او من غير ساكتين لا لا ما في ناس ساكتت على اهانة النبي صلى الله عليه وسلم وهم مفودي يتكلمهم لا او اتكلم في حضور رئيس وزراء خارجية مش واحد هفأ تمام تقول له وابينهم مندوب من صفارة خلاص يسير لعابه فلا فالقصة مش كده تمام يا شيخ نجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وابعلمكم اذا مش